هذا ورحب المواطنون بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها سيدة رئيس عبدالفتاح السيسي متنيين على القرارات الرئاسية طبعا دي حل مشكلة كبيرة جدا في الأزمة اللي بتمره بها الدولة الدولة في الحالة الاجتماعية اللي فيها طبعا اهتم جدا بالجانبين المهمين جدا وهو الجانب الصحي والجانب التعليم الجانب الصحي انه هو حد نسبة معينة للناس اللي عاملين فيها والليم بيقعدوا ورديات طبعا بالليل وكده طبعا نفس الجانب التاني في الجانب التعليمي اللي عاملين في الشوق فيش أعمال الجامعة والتعليم العام بشكلهم كل انتنان وكل شكر لسيد الرئيس على حرصه على حماياتنا من الغلاء اللي احنا رايحين فيه وانه هو يعني حريص ان احنا نطلع لقدام وان احنا نكون مواكبين المجال اللي بتحصل دلوقتي دي سعيد جدا بكرار رئيس الجمهورية التخفيف العباء المعيشة عن المواطنين وزيادة الحماية الاجتماعية بالنسبة للمعيشة وبنزيادة الاجور بالنسبة 50% اللي تبدأ من 1000 ل 1200 جنيه وانه هتم ايضا بالصحة والتعليم وهيئة التدريس الصراحة انا في غاية السعادة واعتقد شعب مصر كله النهاردة في السعادة غامرة بسبب الاخبار الجميلة الرئيس السيسي بشرنا بها النهاردة الرئيس اعلن زيادة لحد الادنى في الاجور بنسبة تصل ل50% الحد الادنى لاجور بدأ يصل 6000 جنيه وبصراحة دي حاجة جميلة جدا للعاملين في القطاع العام في الدولة وفي حاجات جميلة حصلت العاملين في القطاع الطبي انهم اتعملوهم بدل صهر وبدل مبيت بزيادة والعاملين بالقطاع التعليمي ما قبل الجميع والقطاع التعليمي الجميعي زيادة جميلة الحمد لله القرار بتاع النهاردة ده هو جالنا كمفاجأة سعيدة لنا كلنا كشباب والكالسن بتاعنا احنا يعني النهاردة يكاد يكون ده خبر يعني نقلنا من مكان لمكان تاني خالص قرارات اجتماعية كاملة شاملة للمنظومة بالكامل رفع الاجور ورفع الحد الادنى ومساعدة المعاشات ومساعدة الغير قادرين وتكافل وكرامة كل ما هو يخص المواطن المصري وفجأة من العيار التقيل بتنزل على الشعب المصري امس تسلك صدوره من الفرحة العارمة نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يشعر به للمواطن المصري البسيط شفنا سيادته وفخامته قام بزيادة الاجور 50% لموظفين الدولة و15% لتكافل وكرامة وللمعاشات شفنا سيادته قد ايه حاسس ولامس الشعب المصري بيعانيه وحاسس بيه على الارض النهاردة أنا بتوجه بكل الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار أكبر حزمة للحماية الاجتماعية ودي الحزمة التاريخية بإجمالي مبلغ بنتكلم ب180 مليار جنيه ده رقم مش قليل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية اللي احنا منمر بيها وكمان يعني هو أدخل الفرحة على بيوت المصريين مبارح بإصدار القرارات دايما سيادة الرئيس كده يطلع في الوقت المناسب قرارات الرئيس قرارات قوية جدا بتنم على إدراكه مدى إدراكه وشعوره بالمواطن المصري زيادة الأجور 50% وحنا داخلين على شهر رمضان شيء عظيم هيساعد جدا في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية اللي كلنا شعرين بيها فشكرا زيادة الرئيس بالنسبة لدخول رمضان وبالنسبة للمواطن دي فرحة لأي مواطن وطبعا هو حسس بالمواطن وحسس ان هو فعلا كان بيعاني الأيام اللي فاتت وهو فعلا كده عواده خير ترجمة نانسي قنقر